تجربة انجلترا بدون شك تجربة لازم تستحق الاحترام والتأدير ولازم تعرف انه فيه اجيال فتحت عينيها ما شافتش غير الدوري الانجليزي او شافت الدوري الانجليزي في المرتبة او في المكانة رقم واحد مقارنة بالدوريات على اقل الخامسة الكبرى ويمكن نكون متفقين انه اهم دوري على مستوى الكرة الارضية كلها لكن ما يعرفوش انه ده ما كانش الوضع ولا كان الحال من عشرين او تلاتين سنة تقريبا وانه قبل الدوري الانجليزي كان فيه دوريات تانية اهمها الدوري الايطالي ومن وراء الدوري الاسباني هما اللي فيه صدارة المشهد لكن الانجليز حياة بارادة وبرؤية وبتصميم واضح خدوا مسابقتهم وعالجوا مشاكلهم والدوري الانجليزي كان مليان مشاكل صعبة جدا كوارث كانت بتحصل في الدوري الانجليزي والتاريخ يشهد على ده في مواقف كتير جدا عشان يطوروا المسابقة ويحطوا باللوايح والقوانين ما يجعل هذه المسابقة واحدة من افضل الدوريات اللي اصبحت النهاردة بالمناسبة بتضم اهم استثمارات العالم في مجال كورت القادر تتكلم على لو دورت يعني على استثمارات امريكية هتلاقي استثمارات طب روسية موجود او يعني كان موجود استثمارات عربية كانت اماراتية كانت سعودية موجود فسوق او قطاع اصبح جاذب للاستثمارات الخارجية زي وزي كل قطاعات الاقتصاد وده عمل تفرة كبيرة جدا على مستوى الايرادات طبعا وحتى كمان الاستثمارات المصرية موجودة في الدوري الانجليزي وفي الاندالة الانجليزية فقصد اقول ان كل من المسابقة بقت نكحة منضبطة ليها قواعد ليها اصول فيها كل الحاجات اللي تسمح بالتنافسية فيها حضور جماهيري فيها نقل تليفزيوني على اعلى مستوى فيها اكبر اسماء على مستوى التدريب وعلى مستوى اللاعبين خلقت بطولة بقت واصبحت واكتسبت المكانة الاولى على مستوى العالم طيب